يبدو أن مرض كورونا لم ينحصر في جانبه السلبي فقط بل تعداه إلى الجانب الإيجابي حين جمع شباب وشابات من مدينة فرندا من أجل رفع التحدي لتحضير خمسين ألف كمامة في مبادرة تعكس ترابط هؤلاء رغم بعض العوائق التي تواجههم جاءتنا الفكرة باش نديروا هذه الكمامة اللي أقرب كثيرا إلى الكمامة التي توبع التي تكون من أربع طبقات احنا يا الشباب هذا اليوم راح عندو مشكل كبير في توفير المادة الطبية اللي راح كينا في الجزاء العاصمة فقط ماقدرناش نجيبوها غبننا شوية تمنينا أننا ننجم وننتجو خمسين ألف كمامة أي كمامة لكل المواطن من سكان فرندا ولكن نقص مؤولة الأولية راح يشكلنا مشكل كبير خصوصا مع الإجراءات الآخرة للحكومة لتمنع التنقل بالولايات ونلاقوا صعوبات كبيرة باش نجيبوه لي فيتر لي فيتر اللي نديرهم في وسط البافيت هذه اللفتة التضامنية لا زالت بحاجة إلى مساعدة الخيرين لدعمها ماديا حتى تلقى النجاح برعاية المختصين من أهل المنطقة هذه المبادرة تحتاج دعم كبير تحتاج دعم مالي تحتاج دعم معناوي تحتاج دعم من أعلى السلوطات بالمناسبة نشكره سيد مدير الصحة لويلي تيرت اللي تبني هذا الفكرة وحرص عليها وعطا تعليمات الكامل المدرأ باش يسهلون المهام فتحنا المؤسسة دار الشباب كورشة لصناعة وخياطة الكمامات الطبية لمحاربة هذا الداء الوباء الذي حل بالبلاد والعباد العملية تسير على قدم وساق وبإمكانيات محدودة غير أنها حققت إقبال الكثيرين على التطوع للمساهمة في مكافحة هذا الداء ومساعدة المواطنين في حماية أنفسهم ووضع حد لانتشار هذا الوباء